اشتركوا في القناة وقد أثنى جلالة الملك المفدى على جهود صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعي سموهما الدؤوب لدعم منظومة العمل الحكومي والارتقاء بها إلى مرحلة متقدمة من التطوير حرصا على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين وخلال اللقاء شاد صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله بالجهود الكبيرة والموفقة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في سرعة الكشف والقبض على المجموعات الإرهابية التي تحاول النيل من أمن واستقرار البلاد وعرب جلالته عن خالص شكره وتقديره واعتزازه بما يبدله رجال الأمن البواسل من جهود مخلصة ومتواصلة في أداء واجبهم الوطني في حفظ أمن واستقرار الوطن وبما حققوه من إنجازات في التعامل الأمني مع مختلف القضايا التي تمس أمن الوطن مؤكدا أن البحرين ستظل بعون الله تعالى واحة للأمن والأمان وستواصل المضي بخطة ثابتة نحو مزيد من التقدم والازدهار مؤكدا جلالته رعاه الله أن مسيرة العمل الوطني تشهد تضافر جهود أبناء وبنات البحرين لمواصلة العمل نحو تعزيز المكتسبات الاقتصادية والتنموية بما يعود بالخير والمنفع على الوطن والمواطن مؤكدا أن البحرين استطاعت تحقيق إنجازات رائدة في جميع الميادين بفضل من الله تعالى وثم بجهود أهلها المخلصين ترجمة نانسي قنقر